غدر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس بعثة الحج المصرية اليوم مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج ومتابعة شؤون الحجاج وودع الوزير الحجاج متمنيا لهم أداء المناسك في سهولة ويسر والعودة إلى بلدهم مصر سالمين معكدا أنه وجميع أعضاء البعثة سيبذلون قصار جهدهم في خدمة الحجاج المصريين حتى يتمتعوا بأداء هذه الفريضة على أكمل وجهها